قالت الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل قوة جديدة من جنود العمليات الخاصة إلى العراق للقيام بغارات ضد تنظيم داعش وقال وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب إن نشر القوات المتخصصة يجري بالتنسيق مع الحكومة العراقية وإنها ستقدم الدعم لقوات الأمن العراقية وقوات البشمرغ الكردية وأضاف أنه ستكون هذه القوة أيضا في موقف يمكنها من القيام بعملية أحادية في سوريا قالت قوة المهم المشتركة في بيان صدر اليوم إن الولايات المتحدة وحلفائها شنوا 17 غارة جوية على تنظيم داعش في العراق وسوريا أمس الثلاثاء واستهدفت 15 غارة 5 مدن عراقية بينها 7 أصابت وحدات تكتيكية للتنظيم وتركزت 9 غارات قرب الرمادي حيث دمرت مبنيين وعشرة مواقع قتالية وعبوة ناسفة بداية الصنع ونفقا وأضف البيان أن التحالف وجه ضربتين في سوريا قرب عين عيسى وأنهما أصابت وحدة تكتيكية ودمرت موقعين قتاليين للتنظيم يصوت مجلس العموم البريطاني اليوم على مقترح حكومي يسمح بمشاركة بريطانيا في الغارات الجوية على تنظيم داعش في سوريا ومن المتوقع يحوز المقترح قبول غالبية أعضاء البرلمان وطلب كاميرون أعضاء حزبه المحافظين الذي يشكل الحكومة باتخاذ موقف قوي في دعم المقترح ومن المتوقع بحسب آخر مسح عدت وسائل أعلامية أن يشارك 640 نائبا في التصويت على الاقتراح وهناك 362 عضوا مؤديا مؤيدا له بينما يعارضه 175 شكرا للمشاهدة